يعد المعرض الدولي الإيراني للصناعات الكهربائية من أكبر الأحداث الصناعية والتجارية في إيران في هذا المجال إذ يحظى كل سنة بمشاركة كبيرة من الشركات المحلية والأجنبية الضخمة في مجال كهرباء بقاء إيران بعيدة عن تقنيات الصناعية وقدم الأجهزة الإيرانية بسبب العقوبات الدولية كان سببين أتاح الفرص المناسبة للمستثمرين الأجانب في السوق الإيراني بعد رفع العقوبات مرسلنا في طاران حام حامد زارة المعرض في إيران وأجرى لقاءات مع ممثلي شركات الإيرانية المشاركة أظن أن ما يحتاج إليه بلدنا اليوم وفي قسم الإلكترونيات خاصة هو أجهزة جديدة أو تحديث للأجهزة الصناعية لأن الأجهزة الموجودة اليوم في خطوط الإنتاج قديمة جدا وتتدخل فيها يد الإنسان كثيرا وهو ما يؤدي إلى كثير من الأخطاء البشرية يمكن أن نقول إنها تقنية أربعين سنة مضت ونحن في حاجة الآن إلى أجهزة حديثة على مستوى العالم حيث تتمتع هذه الأجهزة بقدرة كبيرة ويمكن للمستثمرين الأجانب الاستثمار في استيراد الآلات والأجهزة الحديثة إلى إيران ونظرا إلى أن الدول العربية متقدمة علينا كثيرا في التواصل مع دول العالم الأخرى فأنا أعتقد أن أي استثمار في مجالات الآلات والأجهزة سيعود عليهم بأرباح جيدة جدا سواء في مجال الإلكترونيات أم محاولات الكهرباء وغيرها من المجالات الأخرى وبما أن الصناع الكهربائي قديمة في إيران فهي تتمتع بكثير من الإمكانات على الأصعيدات كافة هناك فرص استثمارية كثيرة في مختلف مجالات توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها والشيء الأكثر أهمية في الوقت الحاضر هو الطاقات المتجددة وأظن أن لها مستقبلا جيدا في مجال الاستثمار في إيران وأن كل استثمار في هذا المجال سيعود بأرباح كبيرة وجيدة جدا هناك كثير من الإمكانات للاستثمار في إيران وأنا أعلم بأن البلد يحتاج اليوم إلى 20 ألف كيلومتر من خطوط نقل الكهرباء فورا وأن الأشياء المرتبطة به تدخل ضمن المجال المالي كما أعلم بأن الحكومة تبحث عن مستثمرين أقوياء في هذا المجال ولكن ضمن القوانين الجارية في إيران كما تبحث عن أشخاص وشركات ومؤسسات ودول تستطيع توفير الدعم المالي للمشاريع كما يمكن للحكومة الإيرانية تقديم الضمانات المناسبة وترحب إيران اليوم بهؤلاء المستثمرين وأنا متأكد في هذه اللحظة أن جميع الشركات والمعامل والمؤسسات الداخلية الإيرانية ستصبح من أصحاب الأعمال لسنوات عن طريق إدخال رؤوس الأموال وإن توفر الدعم المالي لهذه المشاريع فسوف تكون الفرصة مناسبة لجميع المستثمرين حتى يستثمروا في إيران لأنها تضم أسواقا جيدة للتنفيذ هذه المشاريع